السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة هذا كنز عظيم في هذه الكلمات السبعة حقيقة القرآن كله كنوز وكله نور وكله شفاء ولكن أحيانا هناك بعض الكلمات بعض الآيات التي نحتاج لها في حياتنا اليوم هذا العصر أنا يمكن أن أسميه بعصر التشاؤم لماذا؟ لأن سبحان الله كل شيء من حولك يدعوك للتشاؤم يعني الأخبار التي نسمعها باستمرار الحروب، كثرة القتل، الظروف الاقتصادية، المشاكل الحديثة التي تعصف بالبشر كل هذه الأمور بالإضافة للتخويف الذي يمارسه الإعلام العالمي كما قلنا باستمرار فهذا يجعل الإنسان في حالة قلق وتوتر وخوف مما سيأتي وتشاؤم القرآن العظيم دائما كما قلت لكم يعطينا كنوزا تعيننا على هذه الحياة كنوز تضمن لك السعادة كنوز تعالج هذا الاكتئاب والخوف الذي تعاني منه اليوم استمع معي أخي الحبيب لهذه الكلمات الرائعة كلمات بسيطة وسهلة ولكن قليل منا من يعتقد بها ويتخذها منهجا له في حياتي يقول سبحانه وتعالى عد معي هذه الكلمات واحفظها رجاء وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم سبع كلمات ربما معظمنا سمع بهذه الآية الكريمة ومعظمنا ينطق بها ولكن القليل جدا من يطبقها في حياتي يعني كلنا نكره المرض من منكم ينظر للمرض على أنه فيه خير هناك الكثير من المشاكل داخل كل بيت مشاكل الزوج مع زوجتي كم واحد ينظر لهذه المشكلة أن فيها خير فيها خيرا إذن نحن نقول هذا الكلام ولكن لا نطبقه طيب لماذا أنزل الله هذه الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وبالمقابل مباشرة وراءها قال أيضا سبع كلمات وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم سبع وسبع ثم ختم الآية الكريمة بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ختمها بخمس كلمات ليكون مجموع الكلمات تسعة عشر انظر إلى أي مشكلة من حولك سواء كانت مشكلة مادية أو نفسية هل تنظر إليها على أن في نتيجتها خيرا؟ هل لديك يقين أن الله لا يأتي ولا يكتب لك إلا الخير ولكن الإنسان هو الذي ينحرف نحو الشر هو الذي يريد لنفسه الشر والله يريد له الخير هل تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك طيب هل تعتقد أن حبك لكسرة المال قد يكون شرا الله أبعده عنك والله يعلم وأنتم لا تعلمون أحيانا الإنسان يسعى في سفر وهو يظن أن هذا السفر هو خير بالنسبة له فتتعسر أموره وتغلق أمامه الأبواب فيجلس ويكتئب طيب هل فكرت أن هذا السفر الذي تنظر إليه وكأنه هو الحل وأنه هو مصدر السعادة ومصدر الرزق هل نظرت له هذا الشيء تحبه أنت هل نظرت له أنه قد يكون شرا لك فأغلق الله هذا الباب ومنعك من هذا السفر لخير هو يعلمه وليصرف عنك شرا أنت لا تعلمه فإذن أخي الحبيب هنا إذا أردت أن ترتاح في هذه الدنيا صدقني أحفظ هذه الآية كررها باستمرار اكتبها على ورقة أمامك وتذكرها بشكل دائم سواء كلما أحببت شيئا ووجدت أن هذا الشيء متعسر تذكر هذه الآية وكلما كرهت شيئا تذكر هذه الآية وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فالإنسان أحيانا كما قلت لك يكره الضائق المادية التي يمر بها هذه طبيعة بشرية ولكن هنا رب العالمين يريد أن يقول لك هذا الكره قد يكون فيه خير كثير وأنت لا تدري لذلك هذه الآية إذا تعمقت فيها تجد أنها علاج نفسي للخوف يعني أنت اليوم عندما ترى ما يحدث في العالم يتشكل في داخلك تتشكل مخاوف من المستقبل ماذا يمكن أن يحدث؟ ما الذي سيحدث؟ ماذا سنلاقي من مصير؟ مخاوف كثيرة جدا وقلت أنا أقول دائما والقرآن طبعا هو الذي يقول إن الخوف مصدره الشيطان الخوف من الأشياء الدنيوية هذه كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه لذلك المؤمن يخاف من الله يخاف من نار جهنم يخاف من الحساب يخاف من ذنوبه يخاف أن يظلم الناس يخاف أن يأكل أموال الناس بالباطل يخاف من المعصي هذا هو المؤمن أما الخوف من الأمور الدنيوية مصدره الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني من يثقون به ومن يصدقونه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فإذن في هذه الحالة أخي الحبيب يمكن أن نقول إن الله أنزل هذا الكنز ليكون شفاء لك وعلاجا لك وليعينك على هذه الدنيا نحن لماذا نعيش؟ لنحمل الهمم في رؤوسنا نعيش حياة كئيبة متشائمة أم أن الله خلقنا لأنه يحب لنا الخير والسعادة والحياة المطمئنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لذلك أيها الأحبة عندما نعتقد أن الله قدر علينا كل شيء وبنفس الوقت نعتقد أن الله يريد لنا الخير يريد لنا الحياة المطمئنة ونعتقد أن الشر من أنفسنا ولكن باب التوبة مفتوح الله أبوابه مفتوحة لا تغلق أبدا فعندما تعتقد هذا بصدق ويقين وإخلاص ستتغير نظرتك لهذه الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كل المشاكل والهموم والمخاوف التي تعاني منها ستنقلب إلى تفاؤل والحياة كما قلت لكم حياة قصيرة لا تستحق أن نحزن كثيرا ونتشاءم ونشغل دماغنا بأمور كلنا سيتركها وراءه الأمر المهم أخي الحبيب هو الموت الأمر المهم بالنسبة لكل إنسان هو كيف ماذا ستقول عند لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم هذا هو الأمر المهم لأن آخر شيء من هذه الدنيا هو الموت فينبغي على الإنسان أن يعمل لما بعد الموت هذا بالنسبة للإنسان الذي يعمل لمصلحته الشخصية حقيقة وليس وهميا الذي يبني في هذه الدنيا ينفق وقته كله على الدنيا ويهمل آخرته يهمل لحظة الموت وما بعدها يهمل حياة القبر والبرزخ ويهمل يوم القيامة ويهمل لقاء الله ويهمل يوم الحساب هذا الإنسان حقيقة سيعمل كثيرا في الدنيا ويتعب كثيرا ويتحمل الكثير من الهموم والمخاوف ثم يغادر هذه الدنيا ولم يحقق شيئا فإذن التفاؤل هذه الآية تجعلك متفائلا برحمة الله إذا أصابك أي مرض أو ضيق أو مشكلة أو هم تذكر هذه الآية تذكر هذه الكلمات السبعة وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم صدقني على الفور ستجد أنك ارتحت نفسيا وبدأ دماغك يعمل تقول فعلا هذا الأمر أنا أكرهه ولكن قد يكون فيه خير كثير إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة وهو الأهم الخير الذي يأتيك في الآخرة أفضل بكثير من الدنيا والآخرة خير وأبقى والعذاب الآخرة أشد وأبقى فقضية الموت وما بعد الموت أخي الحبيب قضية تتعلق بمصير أما الهموم اليومية التي نعاني منها هذه لا تشكل مصيرك هذه الهموم سواء حلت أم لم تحل أم تأخر حلها الأمور تمشي ولكن المهم كيف ستغادر هذه الدنيا لذلك دائما تعمق في هذه الآية وأنا أريدك أن تقرأها قراءة دبورية أن تتعمق في هذه المعاني تقول في نفسك لماذا أنزل الله هذه الآية ماذا يعني؟ طبعا هذه الآية في سورة البقرة ووردت في موضع القتال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أحيانا الإنسان يكره الصيام يكره الصيام لأن فيه جوة فيه مشقة فيه تعب فيه عطش فيه امتناع عن الشهوات فيه ولكن هذا الصيام فيه خير كثير في الدنيا والآخرة أحيانا الإنسان يكره قيام الليل يظن أنه ثقيل ومتعب ولكن هذا القيام فيه أجر عظيم ستجده أمامك يوم لقاء الله لذلك أحبتي في الله أختم وأقول بكلمة رجاء أن احفظوا هذه الآية اكتبوها تذكرها دائما في أي موقف مجرد أن أصابك هم أو غم نتيجة مشكلة معينة تتعرض لها ولا تجد لها حلا تذكر هذه الآية واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك خيرا بعد هذا الأمر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر